السلام عليكم مارلين مرورو لو ما تعرفهاش تعال خد نبزة بسيطة ومختصرة عن الفنانة والموسلة وعارضة الأزياء الأمريكية مارلين مرورو صنفها معهد الفيلم الأمريكي واحدة من أعظم أساطير الشاشة النسائية في العصر الزهبي لهليون لذلك كان من المنطقي أن قصة حياتها تقترح مرات عديدة على الجميع وخاصة بعد وفاتها المؤساوية عام 1962 نتيجة جرعة كبيرة جدا من الحبوب المنومة وكانت بتبلغ من العمر 36 عام في الوقت اللي توفت فيها لقبة ميرلين مرورو بأيقونة الجمال وكانت بتعتبر واحدة بين أكتر النجوم شهرة وغموط في القرن العشرين بسبب علاقتها العاطفية المتعددة وزواجها عدة مرات ومن الجدير بالذكر أنها قدمت 29 فيلم في خمسانيات وستانيات القرن الماضي حابة أتكلم معكم النهاردة عن صندوق الخاص بمجوهراتها طبعا إنسانة بالموصفات دي لازم يكون صندوقها الخاص بالمجوهرات بتاحها يكون فيه مقتنيات كتيرة جدا من المجوهرات تعلموا على بعض نسمع ونشوف مقتنياتها كانت إين بالرغم من اهتمامها بأناقتها ومظهرها بشكل ملفت إلا إنها كانت بتمتلك مجموعة صغيرة جدا من المجوهرات الشخصية لأنها ما كانتش بتهتم بالشراء قطع المجوهرات الباهزة أو البرزة لنفسها وده كان بيتنقض تماما مع ارتباطها بالمجوهرات المبهرة ولكن للأسف كان معظم المجوهرات اللي بترتديها كانت مجوهرات مقلدة ولكن كان عدد المجوهرات اللي كانت بتقتنيها كان عدد بسيط جدا ولما فتح صندوق مجوهراتها بعد وفاتها لقيوا فيه عقد من اللولي وكان عدد قطع اللولي فيه 16 قطع من اللولي والعقد ده كان هديتها من زوجها التاني في شهر العسل في اليابان عام 1954 وعلى الرغم من إن زواجهم ما استمرش ودم للشهر قليلة جدا ولكنها كانت بتحب ترتدي العقد ده لفترة طويلة وقالت إنه كان بيفكرها دايما بالأوقات السعيدة وكمان وجدوا في صندوق المجوهرات الخاص بيها ساعة بلاتينية مرصعة بواحد وسبعين ماسا بيضاء مستديرة واثنين ماسا بيضوية وكانت ساعة نسائية كلاسيكية ومستوحية من الارت ديكور وبيرجع تاريخها لسلسينات القرن الموت وكمان وجدت في الصندوق خاتم مصنوع من البلاتين الخاتم ده كان بيطلق عليه اسم خاتم الخلود والخاتم ده كمان كان برضو من إهداء زوجها التاني لها وكان أيضا مرصع بستة وتلاتين ماسا ندرة جدا وفي عام الف تسعمية تسعة وتسعين تم بيع خاتم الخلود في مزاد علني وأثناء بيعه كانت بتنقصه ماسا واحدة ولكنه حقق في الوقت ده سعر قدره سبعمية تنين وسبعين ألف وخمسمائة دولار في المزاد العلني وآخر حاجة وجدت في صندوق المجوهرات كانت ماسا بشكل كمسري وكان بيبلغ وزنها 24 إرات وهي أكبر قطعة مجوهرات وهي أكبر قطعة مجوهرات ارتدتها مارلين مورولو والمسا دي تم اكتشافها في الهند ما بين القرنين الخامس عشر والسبع عشر وكانت ارتدتها أثناء جولتها الصحفية لفيلم جين تلمان بالرغم من أن المسا دي تنقل من عدد كبير من العائلات الملكة إلا أنه كان بيشاع عنها أنها بتجلب الحظ السيء لأي حد بيرتديها وبكده نكون عرفنا كل المقتلعات اللي كانت موجودة داخل صندوق المجوهرات الخاص بالفرنانة والممثلة وعارضة الأزياء مارلين مورولو اشتركوا في القناة